موسيقى ساكينات دربيدو خصوصا مستعمل الطريق من بعد ما وجهه خطر بسبب اللوحات الإشهارية المثبتة والأعمدو خصوصا بعد حادث سائح الصيني بكرنيش عندياب بسبب الرياح القوية لإدات السقوط اللوحات فأصيب جروح نقل على إترها للمستشفى إذا ما تقنوش الخدمة وصافة وإشكال يجب أن يكون داب أنه الخدمة ما قد تعيش مزيان وأنه خفيت يحفش مشكل وما يبتوضك بطوات أنه إذا ما يخدمونه مزيان وصافة يخدمونه ثمرة يتقنون إذا ما وإشكال يجب أن يكون داب شيء ممتاز أنه جابوا في السرعة في أنه ركبوا شيء جديد يعني منهم مهتمين في هذا الشيء في مصطحة المواطن بعض المواطنين يشوفوا أنه رغم تدخل جهة المعنية فلازالت هذه اللوحات الجديدة كتشكل خطر خصوصا مع ارتفاع سرعة الرياح بالعاصمة الاقتصادية قبوا مش حال هذه هذه حال مع الميدي تلك هناك ناوديك شي تكش تيرشق خصوص يراقبوه شي في اللي يديهم باش ميوقعش في الكواريت وزيانين ولكن خصوص يكون ديما المراقبة توقع الحاديث وخليفة محل هذا شي يوقع في كلنا سليماتهم احنا ياما موالفين شعل هذا الجو بحى الموقع احنا أول مرة كتجي مرة مرة وأصلا عندهم ما يديرون لهم حيش عجيك تشوفينيس البطوات لهادو نيتش اللي حاودهم دبا ما مع أخاك وكما شي شي حاجة اللي افكاس تفهمشي فحل دبا دارو ذو كنيت تماية ما ممفكسينش في الأرض فهمشي غير محطوطين هذو كل اللي بيطان محطوطين وحطان فوقهم مكينش شي حاجة زامالي صحيحة حالي شادة وحنا ما كجيش عدنا ما كيكونوش حنا ديما زع ما عدنا در رياح والعاصيفة واتشي مرافش حال من خلال فيديو كيتبين أنه من بعد تدخل جهة المعنية وتتبيت أعمدة جديدة فالآن كيكملوا عملهم وكيقوموا بإطلاق الأضواء لإرضاء المواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة